حقيقي يسلب بقك والله ما حد أسر لا طبعا ما فيش حد أسر طبعا لا احنا بص اقولك على حاجة الناس كانت ممكن كنا في وقت من القاعد بنكسب والناس ما كانتش راضي عن المنتخب وكانت بتقول احنا محتاجين أداء محتاجين شخصين شخصية المنتخب اه بزبط تمام احنا البطولة ديت زي ما تفضلت وقلت يا سيد عمري في المقدمة احنا محدش كان فينا يتوقع أبدا ان احنا يعني نوصل لأبعد مدى في البطولة ديت يا كابتان عمري هو حضرتك كنت تعرف تشكيل منتخب مصر اللي هيلعب بيك روش قبل ما نسافر لا خالص حد كان عاد في التشكيل لا خالص وبعد كده كان قدامنا أشباح يعني ايه أشباح كان في مخيلتنا ان انت منتخب يعني بتقدم كرة محدش قادر فاهمها انتقادات من كل ناحية انتقادات في اداء اللعيبة في جودتهم في ادارتهم الفنية وهناك هالة حوالين بعض الأسماء من المنتخبات انت خلال البطولة دي صحيح خسرنا لقب في مباراة نهائية بركلات ترجيح لكن كسبت حاجات كتير جدا كسرت ان انت كسرت تبوهات وكسرت بوع بوع كان في دماغنا بس لكن على أرض الواقع كسبت منتخب زي كوتفور منتخب قوي جدا كسبت منتخب المغرب تقريبا محقق أرقام قياسية تصنيف أول كسبت الكاميرون اللي كانت بتواخدة مساعدة ومساندة وكل الأمور مهيئة انهم يتواجوا بلقب يقربوا منك بشكل كبير ويبقى اللقب السادس ليهم ثم التقيق مع السنغير كسبت لجنة الحكام بالكاف كسبت لجنة الحكام بالكاف أنا بقول لك النهاردة يكون لينا وقفة مع الرجل الجميز جميز قررت عكسية كتير النهاردة كابت يكون انطق النهاردة بالزبط حتى لجنة الحكام في الكاف انت كسبتها بالزبط فانت مكاسب كبيرة جدا جدا انت دلوقتي بقى فيه شكل بقى فيه شخصية فيه أداء فيه روح فيه روح فيه روح بتمثل مصر مصر الاسم العريق في كرة القدم والناس الشغوفة وبتحب كرة القدم انت بتشوف ناس حتى لو بتواجه أكبر أسماء في عالم كرة القدم في كل الخطوط في كل الخطوط بتلاعب فرقة مدججة بالنجوم زي ما قال الكابتن طارق لكن جوه البصات ما كنتش شايف الفرق ده وكان عندك لقطة أو اتنين أو تلاتة كنت ممكن تحسن بها الأمر وممكن تفوز لكن هي كرة القدم كده لازم حد يكسب ولازم حد يخسر صحيح فقدنا لقب النهاردة لكن زي ما سيطر رئيس قال معلش لكن ده دافع ان احنا ان شاء الله في اللقاء مارس احنا بإذن الله عندنا الحلم الأكبر وهو الوصول لكاسة العالم ان شاء الله